أنا أعتقد إيران بسبب سياساتها الخاطئة اليوم هي في مأزق تاريخي حقيقي جدي يعني لهي كسبت ود وتقدير وتفاعل دول الخليج العربي وتذكر قبل أيام عندما بدت الدورة دورة كأس الخليج العربي التصريحات الإيرانية الاستفزازية يعني لكل البلدان العربية هذا يخصر إيران هذه نقطة النقطة الأخرى أن إيران يعني يتحاول تخدع الدول عبر الاعتدال منطقة دولة أو خطاب الدولة وعبر التشدد والتطرف الثوري والمواجهة مع الشيطان الأكبر والمواجهة مع الغرب وتفكيك النظام الدولي والذهاب إلى نظام دولي آخر طبقا لخطاب بوتين وغيرها من التفاصيل الغير منطقية في الواقع في رؤية مستقبل النظام الدولي والعلاقات الدولية يعني أنا أتذكر أستاذ أحمد عندما كنت تلتقي بالخارجية الفرنسية كان يعتقدون أن هناك معتدلين وهناك متشددين ويعتقدون أن بالإمكان أن المعتدلين يستحوذون على السياسة ويغيرون من اتجاهات إيران المتطرفة وتصبح إيران دولة ممكن التعامل معها وكنت أأكد عبر هذه اللقاءات أن لا فرق بين المتشددين والمعتدلين لأن كلاهما يقاد من قبل مكتب السيد الإمام خامنئي وبالتالي لا توجد سياستين في الواقع يعني كأنما هي تقية يعني هناك من يتحدث بمرونة هناك من يتحدث في الواقع بتشدد لكن في الواقع كل الأطراف متشددين لأن في النهاية التوجيه الأساسي طبقا للدستور الإيراني هو من الإمام خامنئي طيب وبالتالي لا توجد سياستين في الواقع مجرد تمويه هناك سياسة واحدة أيضا الحرس الثوري يعني كان هناك جدل يعني في لبنان كان يعتبر تعتبر فرنسا أن حزب الله هو مؤرهابي جناح العسكري إرهابوا جناح السياسي مؤرهابي يحاولون ويحتفظون بعلاقات مع حزب الله نفس الشي الحرس الثوري هناك جدل ممكن يعني مو بالضرر أن يعتبره إرهابي لكن هو جزء من القوات المسلحة وإلى آخرين من التفاق لكن في الواقع اليوم فرنسا لها وجهة نظر مختلفة تماما عن طبيعة الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس نفس الشي بالنسبة لألمانيا نفس الشي بالنسبة لبريطانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإستراليا وغيرها من دول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر